في هذا الدرس سوف تتعلمون عن العدد واو إن الإسم الأصلي بهذا العدد هو العدد الإغريقي داي جاما والذي كان صوته يشبه صوت حرف الواو وبالفعل كان يسمى واو فما هو الكسر العشري الذي يمثل واو؟ في الواقع توجد أكثر من طريقة لتمثيل هذا العدد بالكسور العشرية غير المنتهية ومن الممكن تعرف العدد واو بطرق عديدة مثلاً كيف يمكنكم معرفة كم يساوي هذا الكسر الفريكتالي؟ إلى ماذا يتقارب هذا العدد؟ في الطبق الأولى يتقارب من 2 على 4 ويساوي نصف وفي الطبق الثانية يتقارب من 3 أربع زائد ربع ويساوي 4 أربع ويساوي 2 على 1 أو 2 وفي الطبق الثالثة يساوي 3 على 1 زائد 1 على 1 ويساوي 2 على 4 أيضاً ويساوي نصف وفي جميع طبقات الأعداد غير المنتهية تكون النتيجة أحد هذه الأعداد الثلاثة وفي الواقع بالاستمرار على هذا المنوال في هذا الكسر حتى ما لا نهاية فلن يكون العدد الذي تحصلون عليه هو 2 على 1 أو 1 على 2 بل سيكون العدد هو واو إليكم طريقة أخرى لكتابة العدد واو واو يساوي 5 على 6 زائد الكل على 6 والبسط 5 على 6 زائد الكل على 6 والبسط 5 على 6 وهكذا على ما يبدو فإن العدد واو قابل للتشكيل بشتى الطرق فكروا مثلاً في واو أس واو ضرب واو أس واو ضرب واو أس واو ضرب واو إلى آخره وهذه عبارة عن أسس كسرية غير منتهية للعدد واو تستمر حتى تعود إلى العدد واو مجدداً إذن كل ذلك يساوي واو كما أن للعدد واو علاقة بأعداد مميزة أخرى مثلاً واو أس باي أس واو أس اثنان باي أس واو أس أربعة باي أس واو أس ثمانية باي وهكذا يساوي واو ضرب الجذر التربيعي لواء ضرب الجذر التكعيبي لواء وهكذا والآن هل تصورتم إمكانية وجود أس تخيلي مثل إي أس آي في الواقع فإن إي أس اثنان آي ضرب باي يساوي واو وكذلك يوجد العدد واو في التفاضل والتكامل فمثلاً مشتقة العدد إي أس واو تساوي واو إي وإي أس آي أس إي آي أو تساوي إي أس واو أس تاو واو واو لعلكم تفكرون ربما بالإمكان التوصل إلى حل هذه المسائل باستخدام اللوجريتمات ولكن من غير الممكن أن يكون أساس اللوجريتم هو واو لأن ذلك بمثابة التقسيم على الصفر في علم الهندسة يوجد ما يسمى بالنسبة الذهبية والكثيرون يعتبرون هذه النسبة مميزة ولكنها نسبة عادية لأن بالإمكان تشكيل مستطيلات من الأعداد العادية وذلك باستخدام النسبة A على B فإذا كانت هذه النسبة واو فلن يكون الشكل الناتج مستطيلاً ولكن لو كان X و Y هما أضلع مستطيل واو أي إذا كانت قيمة X على Y تساوي واو فإن X زائد X أوس Y على Y زائد Y أوس X يساوي واو وإذا قمتم بإضافة ذلك في البسط إلى X أوس X أوس Y وفي المقام إلى Y أوس Y أوس X فذلك أيضاً يساوي واو وبإضافة المقام إلى X أوس Y أوس X أوس X أوس Y وواي أوس X أوس Y أوس Y أوس X فذلك أيضاً يساوي واو ويمكنكم الاستمرار في إضافة هذه الأنماط غير المتكررة التي تشبه متتالية في بوناتشي والنتيجة ستبقى واو لأي تسلسل من الأعداد يتكون من X و Y حيث X على Y يساوي واو مثلاً يمكن تشكيل حلزون لغارتمي عندما تكون الزاوية فاي عبر الحلزون حيث فاي يشكل نسبة ذهبية ماذا لو كانت الزاوية واو؟ عندها سيلتف هذا الحلزون حول نفسه ويصغر تدريجياً حتى ما لا نهاية وللعدد واو دور في الفيزياء أيضاً فعند تقسيم E أس واو على MC تربيع فذلك يساوي واو تربيع إن العدد واو موجود في كل مكان إليكم مفهوماً آخر تخيلوا عدداً مرفوعاً إلى أس معين وذلك العدد مرفوع إلى أس آخر وهكذا حتى الما لا نهاية وما بعدها ثم عادت هذه الأعداد إلى الجذور حتى وصلت أخيراً إلى العدد الذي بدأتم به في قواعد الرياضيات هذا المبدأ لا يصلح ولكن لو كان العدد هو واو يصبح من الممكن أن يساوي ذلك كله العدد واحد ولا تزال هناك العديد من الاستخدامات للعدد واو يمكنكم اكتشافها لاحقاً انتهى الدرس ترجمة نانسي قنقر